في ولاية فرجينيا الامريكية حصلت احداث مس شيطاني غريبة على مدار ستين يوم لست عجوزة هناك اسمها ديوبرا لوجان الفيلم مجمع لقطات ارشفية حقيقية لعملية المس ديه واضف عليها وعدل كمان عشان يوصق معاناة ديبرا مع الشياطين وساعتها في 2013 راحت 3 اشخاص من وكالة اعلامية لتوصيق معاناة ديبرا لوجان مع مرض الزهايمر والغرض انهم يعملوا برنامج يكسبوا منه فلوس وهيدل صارة بنت ديبرا الوحيدة فلوس عشان هم مفلسين وصارة رحبت بيهم هم التلاتة ولابسة هدوم والدها المتوفي عشان معهاش فلوس تشتري هدوم لنفسها وراحت تعرفهم على ديبرا لوجان وصديقها من الطفولة وجارها هاريس وديبرا لما شافت مية وزميلها غيرت رأيها ورفضت توصيق حياتها ليهم بس مع تصميم بنتها صارة لانهم محتاجين فلوس ورعاية صحية ليها فوافقت وبعد اسبوع بدأوا التصوير وصارة مستعدة وهي محتاجة فلوس عشان البيت ما يضعش منهم بسبب الضرائب وديبرا تبدأ تعرفهم على البيت وصالة الضيوف اللي بترسم فيها لانها ما جلهاش ضيوف من زمان ووريتهم غرفة اقامتهم هنا طول فترة التصوير وتبدأ مية تتكلم عن مرض الزهايمر واخترته وتأثيره على المخ والاعضاء وانه لو لم يتم الاهتمام بيها تسبب في مشاكل في باقي اعضاء الجسم وممكن يؤدي الى الوفاة ومن خلال قصة ديبرا هينصحوا الناس بالاهتمام بمرض الزهايمر وفي البيت بتحكي ديبرا بكل سعادة عن حياتها مع بنتها الوحيدة صارة وجوزها مات زمان بسبب سرطان الرئة ومن ساعتها وهي اشتغلت على نفسها كتير عشان تعرف تصرف على بنتها وتكبرها وهي كانت شغالة في سنترال للمكالمات وكمان الناس كلها في القرية بيتصلوا بيها عشان توصلهم ببعض في السبعينيات والدكتورة المعالجة لديبرا اسمها نازير بتقول ان الزهايمر عند ديبرا بنسبة 95% وكل ما تتكلم معاها هتلاقيها مبتسمة وبتحب حياتها واكن المرض مش عندها الامل والتفاعل عند ديبرا مساعدينها انها تعيش اطول وهي متقبلة لمرضها ولحياتها وعايزة تكمل حياتها في سعادة وتتحدى المرض والاجواء حتى الان هادية ولكنها يا صديقي هدوء ما قبل العاصفة ودبرا بتعمل اكل بس مزي زمان وجافن مضطر ياكل عشان يديها امل ان اكلها لسه طعمه حلو وصديق طفولتها هاريس بيقول ان دبرا من اكتر الناس الطيبة في العالم وهو زعلان بسبب مرض الزهايمر اللي جالها وهي دايما تستحق الافضل وطول حياتها كانت مكتهدة عشان بنتها صارة ودبرا بتزرع في النباتات عادي ولويس المصور بيصورها ويتصدم لما يلاقيها مسكة اعبان غريب ومش خايفة منه وفجأة يلاقيها قدامه ومش عارف جابت الصورة عاديه منين وبتكلمه بصورة غريبة وبتتمنى له اقامة سعيدة هنا وميا جات مستغربة من كلامها وحس انها متغيرة عليهم شوية وراح لويس يحط الكاميرات في البيت لتوسيق حياة دبرا مع الزهايمر وهي امرأباه بصورة غريبة وبالليل يلاقوها محصرة جافن بالسكينة وبتتهم بسرقة اداة الحفر بتاعتها وهو ما سرقش حاجة وراحوا انقذوه منها وعمل بطعيط وتطلب منهم يدوروا على اداة الحفر دلوقتي فراحوا يدوروا عشان يهدوها ووصلوا لسقف البيت وشافوا مكينة الهواتف بتاعة دبرا لما كانت شغالة عليها في السبعينيات ولقوا كمان اداة الحفر بتاعتها في المكان ومش عارفين وصلت هنا ازاي ولما راحوا يدوها الاداة لقوها سكتة وفجأة تتحرك عليهم وهي عملة بتقطع في جلد رقابتها وحالتها بقت وحشة وادوها للمستشفى والدكتور نازير بتقول ان الزهايمر سيطر عليها بنسبة 100% ودبرا هتقض معهم فترة في المستشفى تحت عناية خاصة وبعد 15 يوم خرجت سارة مع دبرا امها من المستشفى وحالة دبرا تحسنت ورجعت لحالتها السعيدة في الاول وناسية اهددها الجفن بالسكينة وبتهزر معاه كمان والوضع رجع هادي وراحت دبرا تمارس هويتها وهي الرسم وبترسم حد غريب دايما مرئبها والويس بيصورها لقاها بتتكلم في المراية مع شخص غريب والمشكلة لما قرب على المراية ما لقاش فيها حد ولما شافته خاف ومشي بسرعة وحاسس ان في حاجة غلط هنا راحت سارة دبرا امها وتديها العلاج وتحكي للشباب عن امها واكتهادها في شغلها عشان تعرف تصرف عليها بعد موت ابوها زمان كل اهل القرية كانوا بيحبوها وصارة كمان عندها مشاكل صحية وهي مخبياها عشان ما تحطش حمل زيادة على امها وبتحاول تعيش حياتها بسعادة وبالليل سمعوا صوت هزاد غريبة من غرفة دبرا فوق فراحت بنتها صارة تطمن عليها وسمع لويس صوت في المكان تحت ولما يروح يتأكد يلاقي دبرا بص على الشباك وهو مفتوح طيب الصوت اللي فوق ده جه منين وجد صارة وتقول ان امها بتعتقد ان في حد هيهجم عليهم من الشباك فعشان كده بترقبه وامها ما اكتفتش بقفل الشباك عادي لا اهدي افلته بالمسامير وتسحى دبرا من النوم وفي اقل من ثانية تختفي من السرير ولحظة صارة اختفاقها ولمت الكل عشان يدوروا عليها ولقوا الشباك مفتوح رغم افله بالمسامير وعليه دم وهدوم لدبرا برا عليها دم برضه ولقوها في الغابة عمالة بتحفر بايديها لان اداة الحفرة سرقت منها تاني وراحوا يهدوها واغم عليها ومش عارفين كانت بتحفر ليه وراحوا ينظفوا ايدها ويعالجوها بسبب الحفر ونظرتها لصارة بنتها بقت غريبة وجافن بيراجع الكاميرات يتصدم ولقي دبرا في المطبخ وعداد السواني شغال عادي فجأة بقت على حوض المطبخ ازاي ستة عجوزة تقدر تنط والنطة مش واضحة دي اكي انها طارت في كام ثانية ومش فاهمين فيه ايه فراحت سارة تسأل امها دبرا على الطيران الغريب مبارح وحفرها في الارض بس امها مش فاكرة حاجة وحضروها بهدوم كويسة للقاء التلفزيوني وهي مبسوطة ومش فاكرة حاجة عن اللي عملتهم بارح ولما ورواها الفيديو اتصدمت وفجأة تعطعيت واغم عليها وودوها للمستشفى وهم مش فاهمين حاجة والكرسى ان الدكاترة لقوا التهابات وتعفون غريب في ظهر دبرا ومستحيل مرض الزهايمر هو اللي يكون عمل كده والدكتورة نازير معاها تلاقيها بتهرش في جلدها عادي بس اللي مش عادي لما تلاقي جلدها طلع في ايدها وهي بتهرش ومش عارفة السبب الدكتور نازير بتقول ان التهابات دبرا اللي في ظهرها دي هي ممكن تكون بسبب العلاج مثلا او سم من تعبان وهي بتزرع او مبيت حشري هي رشته على النباتات ممكن يكون حساسية معينة وهي مش عارفة سبب محدد بس دبرا هم لازم يهتموا بها كويس الفترة الجاية وفي اليوم الواحد واربعين بالليل لما رجعوا البيت سمعوا الفريق صراخ غريب من غرفة دبرا ولما راحوا يتأكدوا لقوها حاول تبلع حاجات كبيرة وكمان هتموتها وانقذوها في اخر الوقت فراحوا يغلفوا كل حاجة هي ممكن تبلعها ويخزنوها في سناديق بعيد عنها لحمايتها والغريبة انهم لقوا تعبين سودة غريبة في المكان ومش عارفين سبب وجودها وجافن خد الكاميرا وراح يصور في حاجة دبرا ولقى رسوماتها اللي كل رسمة فيها موجود فيها حد غريب ورسمها بالاسود زي التعبين هل ده شيطان مثلا وسيطر عليها فراح جافن حط صليب على الشباك المقفول بالمسامير لحمايتهم لو فيه شيطان هنا ولكن فجأة دبرا جات له ولقى الشباك فتح لوحده والمسامير اتخلعت عادي ومش عارف ازاي وقال لأصدقائه على اللي حصل واكيد فيه شيطان قوي مسيطر على دبرا ورسوماتها بتأكد كده ده الصليب مقدرش يحمينا منه ولكن مية تطمنه ويمكن يكون طيار هوا قوي يقول لها مستحيل يخلع المسامير ولازم تزوديلي فلوسي لام همشي الوضع هنا كده هيكون خطير ده الحكاية شكلها فيها شيطان وبالليل دبرا صحت من النوم وعمالة بتتحرك لسقف البيت بسبب الصوت اللي بتسمعه وفجأة لقى الشباب جرز الانذار اشتغلوا وده مستحيل لانه عطلان من زمان وراحت صارة تطمن على امها وما لقتهاش على السرير فراحوا يتتبعوا مصدر الصوت من سقف البيت ولقوا جلد دبرا مقطعه منها وهي على مكينة الهواتف القديمة والماكينة كهربتها الغريبة ان دبرا لسه حية وحالتها سيئة وهي وبنتها عملين بعياته ومش عارفة دبرا ايه اللي بيحصل لها ده والدكتور نازير هتديها حقنة مهدئة عشان تنام وراحوا يعرفوا الرقم اللي دبرا حاولت تكلمه من مكينة الهواتف القديمة ولقوا الرقم ولازم يلاقوا كتاب الارقام عشان يعرفوا مين الشخص ده وجافين بيحلل الاصوات الغريبة اللي سمعها اكتشف كارسة في اليوم الثلاثة واربعين الصوت مشفر ولما عالجه لقه باللغة الفرنسية وصوت راجل غريب بيقول ان الافعال ازلية السوداء هتحرر ابنك وهو كلامه على صارة بنت دبرا وبيطلب انها تكون التطحية رقم خمسة ويغسلها في النهر ودمها هيغزي النهر ومش فاهمين معنى الكلام والمشكلة ان دبرا اصلا ما بتتكلمش فرنساوي فازاي الشخص ده نجح يخليها تقول الكلام ده وراح هارس العجوز يطلب من صارة تمشي فريق التصوير لانهم مدايقين دبرا ومن ساعة لما وصلوا ودبرا حالتها سيئة جدا ولو هي عايزة فلوس فهو هيبيع اي حاجة عنده عشانها ولو هي ما تخلصتش منهم هو هتخلص منهم بس هي رفضت كلامه والفريق هيكمل لانهم بيساعدوها وراحوا دوروا على كتاب تسجيل الارقام في السبعينيات زمان ولقوه ولقوا منه صفحة مقطوعة وهي كان فيها رقم الشخص الغريب بس الصفحة اللي بعدها كانت فاضية وحروفوا ارقام الصفحة المطبوعة طابع عليها فراح لويز جاب فحم وورقة وقدر يكتشف اسم صاحب الرقم وهو دكتور اسمه هنري دي جاردين ولما بحثوا عنه لقوه دكتور بيوجيد اللغة الفرنسية وكانت سمعته حلوة زمان لحد لما اكتشفوا انه قتل اربع بنات وعزبهم وساعتها الاعلام استغرب لان الدكتور سمعته كانت كويسة وانه اختفى بعد الضحية رقم اربعة وما حدش لأهل حد الوقتي الغريبة ان جسس البنات اللي قتلها كان عليها علامات الافعة واكتشفوا ان الدكتور قتلهم لانه كان بينفز تقوص شيطانية لو نجح تتحققها هتخليك تعيش حياتك بدون موت او مرض والدكتور هنري دي جاردين عمل كده عشان كان عنده مرض خطير وكان هيموت بسببه بس الغريب ان الدكتور دي بتتنفز بخمس تضحيات والدكتور عمل اربعة بس طيب فين رقم خمسة وفين الدكتور ولو مات فين الجسة كل الاسئلة دي ملهاش اجابات كل ده حصل من تلاتين سنة في السبعينيات واصبح لغز كبير محدش عارف يحله وراحت سارة تسأل امها لو تعرف اي حاجة او فاكرة اي حاجة عن الدكتور هنري دي جاردين ويتصدمه لما يلاقوها عارفة والمفاجأة تقولهم انه مش مختفي ده ميت ولما يسألوها عرفت منين ما تردش وتحس بقلم في بطنها ودخلت الحمام ورجعت طين ودود ونقلوها للمستشفى وحالتها بقت سيئة جدا والدكتور بيقول هو مش عارف سبب اضطراب حالتها الصحية وصارة بنتها قالت انها حاولت تبلع حاجات قبل كده فممكن وهي بتزرع تكون بلع الطين ودود مثلا بس طبعا محدش مصدق والدكتور بس قده مبرر عشان يطمنهم لانهم كلهم معتقدين ان فيه مس شيطاني في القصة وده كان اليوم الخمسة واربعين وهارس متأثر بتاع عبد براه لوجان المشكلة انه الفريق بيبحث في قضية هنري دي جاردين لا ان بعض شهود العيان شافوا العجوز هارس في مصرح الجريمة وهو كمان اللي بلغ الشرطة بخصوص جرائم هنري دي جاردين فاعتقدوا ان ممكن يكون هارس العجوز عرف مخطط هنري دي جاردين الشيطاني وقتله وبلغ الشرطة وده سر بينه بين دي برا لوجان لان دي برا قالت ان هنري دي جاردين ميت طب هي عرفت منين الا لو كانت عارفة حقيقة هارس جافن خلاص فات بيه ولقى العجوز هارس كسر لقزاز العربية عشان يخليهم يمشوا من هنا وقرر جافن يمشي لان الوضع بقى خطير جدا ونهاية القصة دي اكيد موت طالما فيها شيطان هو مش عايز فلوس خلاص هو عايز يمشي من هنا وحاول الفريق يمنعه بس فشله ومشي وكده مش بقى غرمية ولويس المصور وفي المستشفى في اليوم السبعة واربعين اكتشفوا ان دي برا اختفت ومشي عارفين هي فين ولما رحوا يرجعوا الكاميرات لقوها خرجت ومحدش واخد باله بس الكرسى انها خطفت بنت صغيرة مصابة بالسرطان معاها واسمها كايرة وابوها وامها قلقانين عليها وعايزين يرجعوها باي تمن وراحت الشرطة تدور وسمعوا صوت في جناح المستشفى المغلق ولقوا دي برا وكايرة سبتين قدام الحيطة وراحوا خدوا كايرة عادي ودي برا متضايقة وما قدرتش تعمل لهم حاجة فقرروا يربطوها في السرير لان حالتها خرجة عن السيطرة وظاهر عليها اعراض المس الشيطاني والتعفن وراحت صار اتكلم القسيس يحاول ينفس تقوص طرد الارواح الشريرة والشياطين على دي برا ويحاول ينقذها بس رفض لانه مش قانوني ومستعلي ساعدها تعمل كده ولازم تصق في الطب وهو هيعالجها وهي وهو والناس كلها لازم تصلي عشان دي برا لوجان عشان حالتها تتحسن وصارها مش عارفة تساعد امها ازاي وحالتها بتسوق كل يوم فراحوا للدكتور شيفر دكتور انسوروبلوجيا وهو علم دراسة الانسان هو اللي حلل قضية هنري دي جاردين زمان ولما شاف فيديوهات دي برا يقول انه شاف حالة زيها قبل كده في المكسيك لام خسرت اطفالها بسبب المرض وحالتها بقت سيئة وقزت البشر ووقفوا اللعنة دي عن طريق حرقها ولو هنري دي جاردين هو سبب اللعنة فلازم تلاقوه وتحرقوه وفيه قاعدة اساسية لازم تعرفوها كلما كان عقل الانسان ضعيف زي كبار السن والاطفال كلما كانت قابلية سيطرة الشيطان عليه كبيرة وفي اليوم الستين دخل هارس لدبرا يتطمن عليها بس يلاقيها فجأة بتطلب منه يقتلها ويريحها من المعاناة وسمع كلامها وخد مخدة وهي موتها مخنوقة واول لما بدأ فجأة تحصل هزات غريبة والتلفزيون تحرك من مكانه واصاب هارس قبل ما يقتلها واغمى عليه وهو في المستشفى رحت له سارة وقال لها على حل اللغز كله هو ودبرا زمان قبضوا على هنري دي جاردين وحرقوه حي ودفنوه وشكل اللعنة لانه قدم لها اربع تضحيات اديت له فرصة للاستحواز على دي برا عشان يقدم التضحية الخامسة والاخيرة وهي انت يا سارة بس امك بتقاوم والشيطان هياخد حد تاني مكانك وهي الطفلة كايرة وده بيفصر الكرام الفرنساوي اللي قالوا ليها وجاب نحلله لازم تلاقوا مدفن دي جاردين ولما يجي يقول لها يغمى عليه فاعتقدوا ان المكان اللي دي برا كانت بتحفر فيه بيديها هو مكان مدفن هنري دي جاردين ولما راحوا يحفروا يتأكدوا هم لاقوش حاجة غير اداة الحفر مدفونة لما كانت دي برا بتدور عليها فهم لازم يدوروا على مكان الجثة بسرعة عشان ينقذوا دي برا وتقول سارة ان سقف البيت كانت امها منع اي حد يدخلوا فاكيد الجثة موجودة هناك ولحظوا كده من السواد في السقف ولما طلعوا شاموا ريحة وحشة جدا ولقوا الجثة بتاعت هنري دي جاردين في المكان محروقة ومتبق منها هيكل عظمي وبس وخدوها يحرقوها عشان يتبقى منها رماد وبس بس فجأة لقوا تعبين كتيرة موجودة وتصدوا ليها والمشكلة انهم كلما يولعوا في الجثة متولعش وهدفهم ان الجثة تتضمر على الاخر وتبقى رماد فشل وفجأة لقوا نفسهم حد ضربهم وطاروا من البيت لبرا وشافوا الشيطان على شكل هنري دي جاردين باصص عليهم من الشباك وهما خدوا الجثة وهربوا بسرعة للمستشفى ولما راحوا للمستشفى لقوا الناس خايفة لان دبرة اختفت وخطفت معاها تضحيتها الخامسة كايرة وشافوا الكاميرات ولقوا دبرة بخت سم على الحارس وهربت من المكان هي وكايرة وجالهم بلاغ بسرقة عربية واكيد دبرة هتستخدمها للوصول للنهر لتنفيذ التقوص والشرطة هتروح معاهم وهم بيدوروا ولقوا العربية وما فيش حد فيها وكملوا للوصول للنهر ولقوا دبرة وكايرة والغريبة ان كايرة رفضت تروح معاهم وعايزت تغسل في النهر عشان الشيطان وعدها انه هيعالجها من السرطان وراحوا يقبضوا على دبرة لوجن بس فجأة بخ سم عليهم وتصبهم وتهرب هي وكايرة وقررت مية تاخد الكاميرا من لويس ويروح هو يوصل الشرطيين المصابين للمستشفى ويكلم الشرطة للدعم ووصلوا للكهف اللي المفروض التضحية هتحصل فيه ولقوا فجأة شرطية دبرة هجمت عليها وقتلتها ولما كملوا لقوا دبرة بتحاول تبلع كايرة وفمها كبير والشيطان مسيطر عليها وتقعد بنتها سارة تطلب منها تقاوم الشيطان وفعلا دبرة هديت واستغلت سارة الفرصة وولعت في جسة هنري دي جاردين قدام الشيطان نفسه وتحولت لرماد وبكده بتكون اللعنة خلصت وبازت اللي هي كانت المفروض تبقى سارة وامها كانت هتسلم كايرة مكانها والاسعاف وصل ورجعت دبرة لحالتها الطبيعية ونقلوها للمستشفى والقضاء مقدرش حاكمها على مقتل الشرطية وخطف كايرة واصابة اخرين بسبب ظروفها الصحية الغير ملأمة الغريب ان كايرة تم علاجها من السرطان في حالة ندرة جدا كده لوحدها تعالجت والسعادة رجعت لأسرتها وحالتها كويسة وهنا السؤال هل اللعنة مازالت مستمرة وهتكملها كايرة بعد علاجها من السرطان خصوصا ان الشيطان وعدها انه هيعالجها والاجابة هي الله اعلم لان الفيلم ملهوش جزء تاني بس كده يا شباب دي نهاية الملخص لمزيد من الافلام هتلاقيهم على القناة وفي روابط لقوائم تشغيل هسيبها لك في الوصف تحت الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر